طول عمرها يا كابتن طول عمرها حقاك كنت من واحد من أفراد الجيل الزهبي إسماعيلي سيد بازوكا علي أبو جريشا شاحتة العربي يعني ما حبص العقاب لجميع ميميدرويش قصة تربوش أول بطول الدوري النادي إسماعيلي حقاك كنت من ضمن الجيل ده من ساعة ما رحت أنا أبقى دين الفضل بعد ربنا للمهانس عثمان عامد عثمان ومستر تومسون المدرب وجمهور الإسماعيلي لأن أنا كسفير بقى ما أنا رحت إحنا كان حصل لنا مشكلة سنة تلاتة وستين الأول إحنا في عز ما بنلعب مع بروشيتش ده مسم رائع رغم إسماعيلي طبعا نيويها في الدوري كسبنا اربعة واحد و اربعة اثنين على ملعب إسماعيلي إذا ده اللي جنب اللاين و تقدرش ترمي الأول حتى لأنه كان معهم ريضا كان لسه الله يرحمه ما كانش مات يعني لأنه كان مات 22 سبتمبر 65 وأنا رحت 66 مسم 66-67 مطولة الدوري مطولة الدوري يا كابتن عملت الحمد لله عمش عايز أقول لك كسفير من النادي الأهلي بقى لأن أنا من النادي الأهلي من اربعة و خمسين لستة و ستين رحت ألبت الدنيا في التشكيلة كابتن لأنه طبعا من أول ما رحت كنت كل مرة طبعا بروح التمرين بروح في عربية المهانسة عصمان عمد عصمان لأنكم بقابيني قريب من بيتي ده عنافق الهرم فالناس بقى شايفيني بقى كل مرة جاي مع المهانسة عصمان عمد عصمان إيه اللي جاي من النادي الأهلي ده و هيعمل لنا بقى وأنا كنت معروف الحمد لله و كل حاجة فرقة كان شبئ ثابتها كابتن خالص كلها طبعا مفيش ولا واحد برا لنادي إسماعيل فطبعا كل مرة كان أول ما رحت يلعبوني في الفريق الاحتياطي الفريق الأساسي فطبعا أقلب لهم الدنيا وجمهور الإسماعيلي في ريعو دي كان زي زي يعني بترجي المدرجات زي آي منها اللي قال المدرج الخجم كنت بتحب الهتاف ريعهم من المدرجة الحمد لله آه كابتن و رغم ذلك لعبوني كان لسه حتى تمسم مجاشي و رغم ذلك لما شافوا بقى يعني مستوى و لازم ألعب بأي طريق حجزت مكانك خلاص خلاص و رغموني على طولة كابتن أول ماتشي ترسانة في الإسماعيلي اتعادلنا واحد و واحد و أنا جبت الجول أول جول أول ماتشي ألعب بيه و برايم الخليلي جاب جول التعادل بعد كده أصعب مباراة في بطولة الدور ده أصعب مباراة و أنا طبعا يعني مش عايز أقول لك كابتن اللي غيارت المجرة الدرع أو البطولة سنتها ماتشي الإسماعيلي والترسانة ترسان كان فيها كبيرة وقتها على ملعب الترسانة ترسانة عافية كابتن بأكل يعني محمود حسن و صفرياض و الشزي و حرب و عمنا مرحج و خيري و طلعت و مجموعة و برايم الخليلي و أبو العز كلهم كبار جدا ماتشي ده برضو أنا جبت جول التعادل كسبناه ثلاثة اثنين أنا جبت جول التعادل و جول فوس و برضو فت من الماتشي و شطتها و اعت من إيه طلعت لقى عرار بيجو قدامه فجاب جول الثالث يعني الماتشي ده كابتن هو ده اللي خلى قلب الموازين بعد اللي كان فايل و الماتشي ده كان حضره كابتن علي زي و الله رحمه و كل مجموعة النادي اللي جايين بقى من طمينين ليه لأنه الماتشي ده كابتن كانت نتيجة اثنين واحد شطت الأولاني لصالح الترسانة من بهدي لنا شطت التاني تقلبت و رغم ذلك شطت الأولاني اثنين واحد و مغلوبين و علب و جريشة أصيب و ملعبش ملعبش لا ملعبش الشطت التاني بقى كمان اللي احنا أصلا مغلوبين و عملنا أحسن شطت تاني و كان بقول لحداك علي زيوار موجود و معاك كل اللعيبة في أدب الغيضة و المجموعة كلها على أساس اللي إسماعيل هيتغلب و خلاص الأهل يأخذ البطولة و ده كان أول جيل يقص شريط البطولات نادي الإسماعيل أول بطولة للدار و ده أول ماتشي ألعبه في حياتي ضد نادي الأهل من ساعة من ضمتني حقيقة الماتشي ده كان خمسة مايو و كابتن سابعة و ستين و كان على ملعب إسماعيل و حصل فيه ملابسات كتير يعني إنما الإسماعيلي كسب يوميها واحد صفر بجل على أبو جريشة و كان حصل